اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المشاكل اللي بتحصل في خشونة هي بتبقى تآكل في هذي الغضريف الغضريف المبطنة للعزام والغضريف الهلالية دي بتبقى مشكلة التآكل في الغضريف وفي مشاكل تانية بتنتج برضو عن بعض الاصابات الرياضية اللي هي قطع في الاربط الصليبية طبعا كلها بنسمع عن الروبط الصليبي الأمامي والخلفي اللي هم مشهورين جدا القطع بتاعهم في الرياضيين فدي صورة بتوضح مكان الروبط الصليبي الأمامي والخلفي في الرجبة معانا صورة تانية توضحية برضو اكتر فيها المكونات بتاعت الرجبة برضو بصورة تانية دي السامولة بتاعت الرجبة من قدام وبيحصل برضو فيها مشاكل خشونة لأنه مبطنة من ورا برضو بالغضاريف وهنا برضو عضمة الفخز مبطنة بغضاريف وده الغضروف الهلالي الخارجي وده الغضروف الهلالي الداخلي والرباط الداخلي للرجبة والرباط الخارجي للرجبة وده الوطر بتاع العضلة الرباعية اللي هي بتعمل فرد للرجبة ده مبدئيا او بصورة مبسطة التركيب بتاع الرجبة والاماكن اللي بيحصل فيها المشاكل بتاعة الرجبة لما نيجي ننتقل بقى نشوف المنظر بتاع الخشونة هنلاقي هنا حصل اني الغضريف دي شايفين ازاي حصل فيها تآكل بقت ايه متآكلة وشايفين الغضريف الهلائلية حصل فيها برضو تآكل وقطع وطبعا حصل فيه زوايد عظمية في العظم نتيجة ان العظم ابتدى يحتاج ببعضه طبعا كل هذه المشاكل اللي حصلت بتقدي عندنا ان يحصل التهابات شديدة في الرجبة الالتهابات الشديدة دي بينتج عنها مواد المواد دي بقى هي اللي بتعمل استثارة للأعصاب وبينتج عنها الألم بتاع الرجبة وخصوصا لو كان مصاحب للموضوع ده ضعف في العضلات او قطع كمان في احد الاربطة الصليبية او الخارجية هنا بنتكلم طبعا عن اسباب الخشونة طبعا زيادة الوزن مما لا شك فيه ان فيه علاقة مباشرة بين زيادة الوزن ونوع الاكل اللي احد ما مناكله بيقدي الى زيادة الوزن فبيقدي الى زيادة التحميل على المفاصل كلها بما فيها مفصل الفغز ومفصل الرجبة ومفصل الكاحل وبيقدي الى خشونة مبكرة نشوف ايه اسباب تانية عندنا طبعا الالتهابات الروماتيزمية الالتهابات الروماتيزمية طبعا دي امراض بتبقى فيه منها امراض اوتوميون او جهاز المناعة بيبقى فيه خلل زي مرض الروماتويد وده برضو بيأثر على الرجبة وبيعمل لنا مشاكل جمدة في الرجبة وفيه امراض التهابات اخرى زي التهاب في الغشاء السينوفي المبطن للمفاصل اللي هو بيبقى وظيفته ان هو بيطلع لنا السائل الزلالي اللي بيعمل اللوبريكيشن او بيعمل ترطيب او بيعمل تزييد للرجبة لو حصل التهاب في هذا السائل في هذا الغشاء اللي بينتج هذا السائل بيحصل لنا برضو مشاكل للالتهاب وبيأدي الى الخشونة المبكرة طبعا عندنا برضو من ضمن الاشياء اللي بتؤدي الى الخشونة المبكرة لقدر الله لو حصل اي كسر او التواء في عضمة ده بينتج عنه مال الايمنت او ان التحميل ما بيبقاش نازل بالصورة الطبيعية اللي ربنا خلقها على الرجبة يعني لقدر الله لو فيه كسر في الفغز في عضمة الفغز فطبعا ممكن ما يلحمش بالصورة السليمة 100% بيبقى فيه سنة التواء ده بيزود التحميل على جزء من الاجزاء بتاعت الرجبة وليكن الجزء الداخلي تمام فبيؤدي الى تآكل سرعة في التآكل للغضروف الداخلي للرقبة وبيؤدي الى ايه الخشونة طبعا فيه ناس بتبقى مولودة عندها عيب مولودة بيه ان هو فيه التواء او يعني الرجلين يعني اما فيه التساق في الفغزين او تباعد في الركبتين تمام وده بيبقى نتيجة لين عظام في الصغر يعني دايما طبعا احنا عارفين سوء التغذية وعدم الاهتمام من احنا ناخد الكميات المطلوبة من الكالسيوم او عدم موجود الرضاعة الطبيعية او نقص في فيتامين دال ده كله ممكن يؤدي الى لين العظام ولين العظام ده بالتالي ممكن يؤدي الى ان يحصل تقوس في الساقين او وممكن ااااا طب ناخد الاتصال التليفوني وبعدين نكمل ااا يا أستاذ احمد السعر سلامة الله وبركاته وزيها حضرتك اذا جنيبتوا لعمل ايه الحمد لله كنت عايز لسا االته سؤال اه بقيتش فيا عن موضوع الحلقة انا عندي ااااه اهم فيا اسفل الدهر ااا الم ده بيجأي بالنيative على فترات تمام انا وزن مش كبير قوي عن طولي انا طولي مور سبعين ووزن ثونه ثلاثين تمام بيسمع الالم ده في الرجل يعني بينزل على الرجلين من ورا كده زي عرق النسا هو الم ده اكثر ادوها ده خالص الوزن برضو مستخدش خالص على رجلين اه تمام حضيرك عندك كم سنة تقريبا دعم كم سنة السن 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 اثنون وثلاثين اه هنجاوب حضرتك هنجاوب حضرتك على السؤال طبعا هو برضو ألم الظهر نجاوب الأستاذ أحمد على سؤاله برضو ألم الظهر برضو يعني هو أكثر ألم بيجينا العينين بيه في العيادات وتاني ألم بيجينا بيه طبعا ألم الرجبة وأسبابه كتير ممكن منها أسباب وراسية حتى في الناس بيبقى عندها يعني ضعف شوية في في الغضاريف في الغضاريف دي بيحصل فيها ارتخاء مبكر أو ممكن يكون نتيجة شيلة غلط أو وضع غلط بيقعد كتير أو نوع الشغل بتاعه يعني العلاج الطبيعي ليه دور كبير قوي في الموضوع ده بس كنصيحة عامة ممكن الكمدات الدافعة على الظهر مع الراحة مع القعدة بطريقة صحية الظهر يكون مسنود وبصورة مستقيمة حيحسن شوية وبعد كده ممكن حضرك تستشير العلاج الطبيعي يعني هيتدخل معاك بأجهزة زي الموجات الفوق الصوتية والليزر وتسكين الألم بالتيارات الكهربائية وطبعا بييجي برضو دور التمارين بيبقى فيه عدم اتزان في القوى العضلية بين الظهر والبطن وقصر في العضلات الخلفية للفغز كل المشاكل دي لما بتتحل إن شاء الله بيرتاح الألم كتير نكمل حلقتنا مع الركبة وكنا طبعا بنتكلم عن الالتواء اللي هو موجود في الساقين وسببه إنه بيزود الضغط على جزء من الركبة إن كان الداخلي أو الخارجي مما يؤدي إلى حصول أو حدوث خشونة مبكرة طبعا السبب الثاني أو الخامس هنا للخشونة برضو الاستخدام الزائد سبحان الله هو المفصل للركبة ده يعني ممكن الاستخدام الزائد طلوع منزول السلام كتير ربات البيوت طبعا الوقوف في المطبخ لساعات طويلة طبعا القعدة إن إحنا نتني ركبنا تحتنا كل ده ويران تير يعني بيحصل استهلاك للمفصل بيحصل تآكل في المفصل نتيجة الاستخدام الزائد فده برضو من ضمن الأسباب ولازم إحنا نزبطه علشان نحصل على يعني علاج للخشونة أو ألم الرجبة طبعا بيجي برضو السن يعني عندنا ممكن حد يكون ما بيطلعش وينزل السلام كتير ما بيقفش كتير وزنه مش زيادة لا يعاني من تقوص الساقين أو من زيادة في الوزن ونلاقيه بيشتك من الخشونة فسبحان الله ده طبعا برضو في عوامل تانية اللي هي الخشونة اللي هي بنسميها برايمري أستراثريتس أو بدون سبب بتبقى نتيجة السن وطبعا في نظريات كتير فسرت الموضوع ده إن في إنزيمات بتنشط في سن معين بتبتدي تعمل تآكل في الغضاريف مما ينتج عنه برضو الخشونة بتاعة المفاصل حنبص هنا كمان معانا الأعراض اللي ممكن نشتك منها في حالة إيه الخشونة عندنا أكتر عرض واللي الناس كلها بتيجي العيادة علشانه الألم فعندنا الألم ده ممكن حضرتك يكون الألم مكانه فين هل هو من قدام ولا من ورا الرجبة ولا من الناحية الداخلية أو الخارجية للرجبة فهو مكان الألم برضو بيحدد لنا شوية المشكلة اللي تمت في الرجبة يعني لو ألم من قدام بيبقى المشكلة هنا في الصابونة طبعاً لو الألم خارجي بيبقى في مشاكل تانية زي الرباط الخارجي أو الغضروف الخارجي لو المشكلة من خلف الرجبة منها يمكن الالتهابات في الأوتار تاني عرض ممكن يجي يشتك منه حد في الخشونة وهو السويلنج أو التورم في الرجبة شايفين هنا الرجبة السليمة هنا دي متورمة فالتورم ده طبعا مشكلة كبيرة طبعا لأن هي بتؤدي إلى زيادة في ضعف العضلات بتؤدي إلى ألم شديد بتؤدي إلى عدم قدرة على إكمال المدى الحركي أو إتمام المدى الحركي للرجبة فهي مشكلة كبيرة وليها تدخلات في العلاج الطبيعي هنتكلم عنها لما نتكلم دلوقتي عن علاج الخشونة بتاعة الرجبة العرض الثالث اللي ممكن يشتك منه مريض خشونة في مفصل الرجبة هو أنه عدم القدرة على إتمام المدى الحركي للمفصل يعني بتبسيطا يعني ما بيقدرش يتني رجبته للآخر يعني بيتنيها لمدى معين وبعد كده بيبتدي يحس بألم أو بيحس بأن في حاجة بتعيق أن المدى الحركي يكمل وده بيانتك برضو عن الشكل اللي احنا شفناه في الأول اللي هو بيبقى فيه تآكل في الغضاريف ومع نتوءات عظمية النتوءات العظمية دي بيحصل بينها احتكاك وبيحصل بينها تلامس بتمنع أن الواحد يكمل المدى الحركي غير أن الكابسولة المبطنة للمفصل اللي قلنا أن هي بتفرز السائل الزلالي دي بيحصل فيها سيكننج أو بتحصل فيها بتدخن وبتبقى قاسية أو شديدة مش لينة أو فيها المرونة اللي ربنا خلقها بيها بتبقى المرونة بتقل شوية نتيجة أن هي حصل فيها النتوءات العظمية بتدت تعمل لها او بتعمل لها تنبيه فبتنمو أكتر فبتبقى تخينة وبتمنع الحركة في المفاصل بتاعة الرجبة التشخيص بتاع الخشونة بتاعة الرجبة طبعا الدكاترة أو الأطباء بتوع العظام بيعتمدوا في التشخيص على الفحص الإكلينيكي اللي هو بنشوف فيه الأعراض اللي فاتت اللي هو إن كان الألم أو التورم أو العدم القدرة على إتمام المدى الحركي وبرضو في بعض الأحيان بنلجأ إلى الأشعة التشخيصية إن كانت أشعة عادية زي اللي احنا شايفينها دي دي أشعة عادية لرجبة طبيعية هنا في مسافة المسافة السودة دي بين العظمتين والمسافة السودة هنا بين العظمتين كبيرة واسعة هنا وكويسة ما فيهاش أي مشاكل لكن لو بصينا هنا عن الرجبة اللي فيها خشونا بنلاقي المسافة السودة السليمة هنا في الجزء الداخلي من الرجبة ابتدت تقل وابتدى يظهر لي النتوقات العظمية وابتدى العظم كمان يبقى لونه أبيض عن الطبيعي ده نتيجة الاحتكاك الشديد العظم بينمو نتيجة الاحتكاك الشديد فبينتج عنه هذا المنظر في الأشعة وطبعا ممكن في بعض الأحيان نحتاج الأشعة الأورانين المغناطيسي اللي هي بتشخص لنا مشاكل تانية جوه الرجبة زي إن كان فيه أطعف أو تآكل في الغضاريف دي ما بتبانش في الأشعة العادية لكن بتبان إيه في الأشعة الرانين المغناطيسي لو كان فيه ارتشاح في الرجبة عايزين نشوف كم بيتو قد إيه بنقدر نحدده بدقة أكبر من الأشعة الرانين المغناطيسي لو فيه مشكلة في الأربطة الصليبية أو الأربطة الخارجية أو الرباط الرطفة فده كله بنقدر نشخصه من أشعة الرانين المغناطيسي طبعا لو تكلمنا هنا عن العلاج بتاع الخشونة بقى يعني احنا اتكلمنا دلوقتي عن الاعراض وعن الاسباب نتكلم بقى عن العلاج بقى احنا العلاج هنا لازم نعالج الاسباب بتاعت الخشونة في الاول لو نقدر يعني لو سبب وراسي مش هنقدر نتعامل معاه لكن عندنا زيادة الوزن طبعا مشكلة كبيرة جدا يعني الوزن لو قال يعني حتى لو كيلو في الاسبوع في فترة طويلة يعني ممكن نستمر على الرجيم لفترات طويلة ما يهمناش ان احنا نخس يعني مرة واحدة لا نخس بكمية صغيرة لفترات طويلة ده هيجيب معانا نتيجة كويسة والكيلو ده هيفرق يعني هنحس بيه بفرق في الالام بتاعت الرجبة تاني حاجة ممكن نتكلم عنها برضو اللي هي لو قوفي كتير احنا لو اتكلمنا باختصار عن طريقة الغضريف بتتغزة ازاي هي بتتغزة بطريقة اسمها الامتصاص عاملة زي السفنجة هي مش داخل لها دم زي العضلات بتتغزة من الدم مباشرة لا هي بتتغزة من السائل الزلالي اللي حواليها لما بنقف بندوس على الغضروف فبيفضي السائل اللي فيه تمام وبعد كده لما بيرتاح الضغط من عليه فبيبتدي هياخد سائل جديد فيه الاغذية وفيه الاكسجين وفيه المواد اللي بيحتاجها الغضروف عشان يفضل صحي وسليم فاحنا لو بدلنا الوقف الوقوف يعني لفترات طويلة بالماشي الماشي طبعا فيه سايكلينج فيه يعني لود وانلود يعني بدوس مرة فبيحصل الانضغاط والغضروف يطلع المادة الزلالية اللي فيه وبعد كده لما برفع رجلي من الارض بيبتدي يمتص مادة جديدة فالسايكلينج ده بيبقى يعني حاجة كويسة طبعا للغضروف لو تغزيته وانه نحفز عليه وما يحصلوش اي مشاكل تاني نقطة طبعا ممكن نتكلم عنها غير الوزن مع الوقوف ان احنا نتكلم على الواحد ما يطلعش وينزل السلالم كتير يعني طلعه وينزول السلالم بيعمل تحميل شديد على الرقبة برضو لما نتكلم نتكلم عن ان المشي بانتظام كل يوم ده برضو هيفيد كتير الخشونة يعني ده العوامل اللي ممكن يعني نسيطر عليها الوزن وعدم الوقوف او عدم اجهاد مفصل للرقبة ده من العوامل اللي ممكن نسيطر عليها من اسباب الخشونة وبالتالي نقلل قلم الخشونة لو بصنا على الحاجة التانية اللي بنستخدمها ودي تخص الاطباء ده كتير العظام اللي هو ايه العلاج الدوائي طبعا بينقسم لكذا قسم في المسكنات والمضادة للالتهاب ودي بننصح ان احنا يعني نستخدم الانواع اللي هي الضعيفة زي الباراستامول اللي هو يعني اقل المسكنات وبعد كده لو ما جابش نتيجة نستخدم الحاجات الاعلى وطبعا الطبيب بيبتدي ممكن يوصف حاجات تانية مضادة للارتشاح لو فيه ارتشاح شديد وفيه ادوية تانية بيبقى فيها سابلمنت او مكمل غذائي بديل للمادة الزلالية او بيساعد في انتاجها زي الادوية اللي بتحتوي على مادة الجلوكوزامين والكندروتين سالفيت وهم العاملين الرئيسيين اللي بيتكون منهم المادة بتاعة الغدروف فاحنا لما بناخدهم بيبتدي الغدروف يتحسن ويبتدي بس طبعا كل الادوية بتنفع اكتر في المراحل البسيطة ويمكن شوية في المراحل المتوسطة من الخشونة لكن ساعات الناس بتروح للطبيب بعد فوات الاوان لما بيبقى دخل في خشونة متقدمة وممكن الدكتور يقول له ان انت محتاج تغيير مفصل او شيء من هذا القبيل الشيء التاني اللي ممكن برضو بنستخدمه وناس كتير بتستخدمه سواء بنصيحة الطبيب او من غير اللي هي المراهم او الدهانات وفيه دهانات كتير انا يعني بانصح ان نستخدم الدهانات اللي بنرتاح عليها يعني فيه الدهانات انواع كتير فيها مواد مضادة الالتهاب وفيها دهانات فيها اشياء من الجلوكوزامين والكندروتينة الصلفيت وفيها حاجات تانية كاونتر ايريتانت زي السلسليت او الكابسكيم اللي هما بيعتبروا بنحس بسخونة لما ندهن الرجبة منهم بنحس بسخونة فدي كلها دهانات فيه ناس ترتاح علي النوع اللي بيعمل سخونة او فيه النوع اللي هو بيعمل مضاد الالتهاب فيعني لو عملنا كمادات ده فيها للرجبة اللي ما فيهاش التهاب او فيها تورم شديد مع الدهانات برضو ده بيساعد وبيحسس براحة كويسة طبعا هنتكلم عن دور العلاج الطبيعي باستفادة بس يعني شوية لما نخلص الجزء ده الحقن وناس كتير طبعا بتسأل على الحقن الحقن ودوره والمشاكل الصحية الناتجة عنه او الاخطار بتاعته طبعا الحقن فيه حاجتين بيتحقنوا في الرجبة عندنا فيه مادة الكورتيزون وكلنا نسمع عنها وعارفين ان هي ليها اعراض جانبية كتير منها ان هي بتلغبط لنا السكر والضغط وممكن تدخلنا فيه هشاشة اعظام لو اتقرر هذا الحقن بس احيانا الطبيب بيالجأ لها لانه بيبقى فيه التهاب شديد او تورم شديد في الرجبة وبيبقى محتاجين نحن مادة الكورتيكوسترويد او الكورتيزون الاشياء التانية اللي ممكن طباء العظام بيحقنوها اللي هي المواد اللي بتزود المادة الزلالية في الرجبة زي مادة الهيلورينان او اللي هي يعني بنسميها المادة الزلالية بنحقنها من برا بحيث تزود المرونة والليونة بتاعة المفصل وكمان بتعمل دور تاني ان هي بتخلص المفصل من المواد اللي بتسبب الالتهاب ومن الفري راديكالز او النظائر الحرة طبعا بنسمع كلبة الفري راديكالز النظائر الحرة دي وعارفين ان لها مخاطر كتير على الصحة سواء كانت جوه الرجبة او جوه الدم فهو برضو بيخلص الجسم من الفري راديكالز اللي هي برضو بتسبب التهابات وبتسبب قلم طبعا الحقن ده بيبقى ثلاث حقن او اربع حقن بينهم مسافة اسبوع يعني كل اسبوع حقنة على حسب ما الطبيب بيقرر ودي ما فيهاش اي مشاكل وبتنفع جدا في حالات المتوسطة والبسيطة من الخشونة وكمان ممكن نستخدمها اسناء العلاج الطبيعي فيه حاجة تانية برضو من ضمن الاشياء اللي ممكن بتستخدم في علاج الخشونة في المرضى اللي هما عندهم ارتشاح في الرجبة اللي هي البازل البازل اللي هو احنا بنسحب السوائل من جوه الرجبة عن طريق السيرينجة السوائل دي ممكن تكون دم نتيجة اصابة حدا زي اطعف الرباط او اطعف الغدروف وممكن تكون سوائل نتيجة اصابة مزمنة خشونة مزمنة او نتيجة مرض روماتيزمي بيبقى زيادة في انتاج السائل الزلالي في الرجبة بقى بينضطر نسحبه بس طبعا ما بنتدخلش بالسحب السوائل من داخل الرجبة او بنسميه بازل الرجبة الا في حالات ضقيقة لما يكون التورم كبير جدا كميته كبيرة جدا فبنتطر نعمل هذا التكنيك لانه هو ليه برضو مخاطر انه لو قدر الله ممكن مايكروب يدخل جوا الرجبة يعمل لنا مشكلة ضخمة ممكن بيرجع تاني لانه هو مش علاج للسبب يعني السبب اللي ادى الى الارتشاح موجود طبعا الارتشاح لما كان موجود ادى الى ضعف في العضلات فالعدلات دي طول ما هي ضعيفة الارتشاح هيرجع لمرة تانية فده صورة مبسطة او كلام مبسط عن موضوع البازل من الرجبة طبعا في ناس كتير برضو بتستخدم الني سابورت او هو الساند للرجبة زي الرجبة اللي احنا شايفين صورتها دي تمام وده برضو بينفع في بعض الحالات لما بنحتاج ان حاجة تضغط على الرجبة بحيث ما نزودش الالتهاب او ما نزودش التورم في الرجبة ونحتاج حاجة تسند الرجبة بيبقى في منها انواع طبعا يفضل او يعني لازم تكون مفتوحة من قدام علشان ما يحصلش ضغط على الرطفة فيؤدي الى زيادة الاحتكاك بتاع مفصل الرطفة مع عضمة الفاغز فيعمل لي خشونة كمان في الرطفة ويعمل لي قلم ممكن بنلبسها اثناء العمل او اثناء اليوم وممكن نقلعها بالليل يعني فهي برضو مفيدة وبتساعدنا على تحمل قلم الرجبة وعلاج مشكلة خشونة الرجبة بس بيفضل ان احنا ما نرتديهاش لفترات طويلة يعني شهور يعني مثلا ثلاث شهور او اربع شهور ده ممكن بيخلي الجسم او الرجبة عضلاتها تضعف جدا لاعتمادها على صبورت او ساند خارجي فده بيخلي العضلات تضعف وترتخي وبيبقى كده احنا دخلنا في مشكلة ضعف في العضلات مستمرة طول ما احنا نابسين الرجبة عضلاتنا ضعيفة فاحنا على قدر امكان واسرع ما يكون بنقلعها ونبتدي نعمل التمارين العلاجية طبعا الكلام اللي فات ده طبعا كلها تدخلات غير جراحية هنا الصورة دي بتبين لنا ممكن يبقى فيه تدخلات جراحية في الدرجات المتوسطة والشديدة من الخشونة يعني الدرجات المتوسطة ممكن يكون فيها تآكل في الغضروف الهلالي زي ما احنا شايفين الصورة دي والصورة دي اوقات كامل زي الصورتين هنا او الصورة هنا تمام فطبعا ده بيحتاج ان احنا نتدخل بالمنظار وده طبعا تدخل جراحي يعني المنظار ده يعتبر جراحي بيبتدي يأكل او يشيل الحتة اللي فيها تآكل دي تمام علشان نبتدي ما يحصلش ان الحتة المتآكلة دي تبوز جزء مقابل لها في عضمة الفغز او تزود المشكلة او ينتج عنها ارتشاح مستمر فبنشيل الجزء اللي فيه اطعب باستخدام المنظار الجراحي وطبعا بعد المنظار برضو بيحتاجها لك طبيعي وقبل المنظار بيحتاجها لك طبيعي يعني قبل المنظار بنحتاج العلاج الطبيعي لتقوية العضلات الامامية الرباعية والعضلات الخلفية اللي هي علشان ندخل العملية المنظار لما بيفتح المنظار بينتج عنه ضعف جديد في العضلات فلو احنا مستعدين من قبل العملية وعملين تأهيل طبي وعملين تقوية للعضلات فطبعا الضعف ده هيكون تأثيره محدود وهيقدي ان احنا نرجع بعد العملية للوظيفة بتاعتنا وللشغل بتاعنا بأسرع ما يمكن برضو بعد العملية بنحتاج علاق طبيعي في صورة تقوية للعضلات الرباعية والخلفية وطبعا حسب برضو لو كان فيه قطعف الرباط الصليبي برضو بنحتاج نوع معين من التأهيل هنتكلم عنه برضو في ايجاز ان شاء الله الحاجة التانية برضو من عمليات الجراحية اللي ممكن بيلجأ لها الطبيب وبرضو بيكون فيه دور للعلاج الطبيعي فيها اللي هي تغيير مفصل الرجبة وده صورة الرجبة متغير المفصل بتاعها هو طبعا احنا بنشيل الجزء اللي فيه خشونة اللي كنا شايفينه هنا ونحط بداله مفصل صناعي من مادة سيراميك او مادة معدن طبعا زمان ما كانت العملية دي قليلا ما يلجأ لها الاطباء او مش متمرسين فيها جد بالدرجة كبيرة بس دلوقتي بقت اسهل والمفصل بقت احدث وبقت المشاكل الناتجة عن العملية دي اقال ويعني بتعتبر حل جيد للمرضى في حالة الخشونة المتقدمة اللي هي فشل معها الاثر موداليتيز او الطرق الاخرى للعلاج زي العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وتخصيص الوزن والاشياء من هذا القبيل هنا برضو صورة توضحية بتورينا كل درجة من درجات الخشونة هنقدر نستخدم لها ايه يعني هنا مثلا حد عنده احتكاك بسيط الحتة الزغيرة دي فيها تآكل بسيط تمام وخشونة بسيطة ممكن ينفع مع الحق هتساعد كتير مع العلاج الطبيعي مع تخصيص الوزن مع تقليل المجهود هتكون مفيدة جدا الناس اللي عندهم يخشونة ومتوسطة زي ما احنا شايفين ده ممكن يبقى فيه منظار جراحي بيشيل الحتة اللي فيها تآكل من الغضاريف وكمان لو فيه قرح كلنا نسمع عن موضوع قرحة قرحة يعني حتة من العبن متعرية من الغضاريف تماما زي هذه يعني المكان هنا تمام فبرضو ممكن بالمنظار الجراحي ينظف هذه القرحة بعد كده فيه ناس بيبقى عندها مفصل الرجبة متأكل من الناحية الداخلية اللي هو الحاجة الاشهر بتحصل فممكن يغير نص مفصل بس يعني شايفين هنا الجزء المعدني اللي هو نص المفصل الداخلي بس متغير في الصورة دي في الخشونة المتقدمة جدا زي ما احنا شايفين الشكل ده بيبقى ما قدامش يعني ما فيش بديل عن انتغيير مفصل كامل زي ما احنا شايفين في الصورة دي طبعا احنا النصائح اللي احنا اتكلمنا فيها علشان نتفادى مشكلة الخشونة المبكرة هي طبعا عدم الوقوف الكتير لفترات طويلة الماشي بصورة مستمرة علشان نحافظ على قوة العضلات بتاعتنا لازم نحافظ على قوة العضلات الربعية والسمانة والخلفية عشان دول بيساعدوني كتير على ان هما يقللوا الحمل عن مفصل الرجبة بعد كده برضو الوزن عن طريق التغذية هنتكلم عن دور العلاج الطبيعي طبعا العلاج الطبيعي ليه دور كبير في التخصيص او ان احنا انقاص الوزن سواء كان بالطرق ان احنا نعمل رجيم او نحافظ على الغذاء المتزن طبعا الرياضة طبعا برضو الناس اللي عندهم خشونة في الرجبة الناس اللي عندها خشونة في الرجبة برضو ما بتقدرش تعمل انواع معينة من الرياضة زي الماشي الفترات طويلة او العجلة فبرضو ممكن نعمل رياضة بالايدين او عضلات البطل ممكن ناخد اتصالتي لفوني الو ايه استاذ شريف تفضل الو ايه استاذ شريف مع حضرتك الدكتور احمد الو انا طواليكم وعليكم سام ايه دكتور ايه استاذ شريف تفضل انا اقول انا دكتور انا عندي رجلة ربتي عدينا حوالي 16 سنة وضعت عليها وعملت خراج على عدم جوه والخراج ده هو عمل التهابات تمام عملت عمليات جراحية؟ عملت أربع عمليات جراحية كل ما أروح للدكتور يقول لي نفتع لك عليها وننضح نفتع لك عليها وننضح يعني عمل تنظيف للخراج؟ آه عملت أربع عمليات طب المدى الحركي للرقبة يعني الرقبة بتتيني وتتفيرت بسهولة ولا دلوقتي في مشكلة في التاني والتاني أنا حالياً الوقت بس جادر ولا تنيها وأنا جادر فقطه تمام تمام وفيها ورم والرمى جامد الرقبة؟ آه ورمى وجامد آه آه طبعاً غير الألم طبعاً وغير الألم اللي فيها طبعاً هنجاوب سيادتك أستاذ شريف هنجاوب حضرتك طبعاً مشكلة رستاذ شريف مشكلة رستاذ شريف طبعاً برضو هنجاوب عليها سريعاً آه يعني هي بتجمع كل اللي احنا قلناها هي كانت إصابة وحصل آه يعني مشكلة جوه الرقبة اضطرت لتدخل جراحي نتج عنه ضعف شديد في العضلات آه فطبعاً الضعف الشديد في العضلات آه مع التدخل الجراحي كذا مرة حصل عنده تلايفات في حوالين المفصل مما نتج عنه ان هو المفصل ما بيقدرش يتني ويتفرد بصورة طبيعية طبعاً حسب الحالة الطبية وحسب ما الطبيب يقرر ممكن يحتاج لتغيير مفصل بس ده ما ينفعش ما ده يعني طول ان في مكروب جوه الرقبة اي مفصل او اي امبلانت او اي حاجة هتتزرع جوه المفصل هيحصل لها رفض من الجسم وتلوس حواليها آه فطبعاً احنا ممكن نتدخل معا بالعلاج الطبيعي آه ان احنا على قدر الامكان نحافظ على قوة العضلات يعني فترة 16 سنة اكيد العضلات ضعفت جامد فلازم نرجع قوة العضلات دي عشان ده برضو بيقلل الالم غير كده بنتدخل باجهزة العلاج الطبيعي آه زي الموجات الصوتية والشامع البرافين آه علشان نرجع المرونة والليونة ونرجع المدى الحركي للمفصل على قدر الامكان آه نكمل هنا معانا دور العلاج الطبيعي اتكلمنا عن دور العلاج الطبيعي في التغذية الاجهزة بتاعت العلاج الطبيعي زي جهاز المغناطيسي او اه اجهزة العلاج بالتلج فيه حالات بتحت تبقى خبطة محدة او جديدة فبنحتاج التبريد فده جهاز حديث يعتبر احدث حاجة في العلاج الطبيعي آه بالتبريد او ممكن الشورت ويفو ده من اقدم اجهزة العلاج الطبيعي ومازال بيستخدم بيعمل تسخين عميق وبيزود المرونة والليونة في مفصل الرجبة وبيعالج الالتهابات وطبعا التنبيه الكهرابي آه طبعا التنبيه الكهرابي بنحتاجه في البداية لما تكون العضلات ضعيفة بشكل شديد فبنتدخل بالتنبيه الكهرابي علشان نبتدي نقويها قبل ما نتدخل بالتمارين وطبعا دي اجهزة اخرى زي اجهزة الريديو فريكنسي برضو حاجة جديدة بتستخدم تجميليا وبتستخدم برضو ايضا في العلاج الطبيعي كنوع من انواع التسخين العميق زي الشورت ويفو اللي تكلمنا عنه وده جهاز الموجات الصوتية واجهزة الليزر معروفة جدا في علاج مثل هذه الحالات انها بتسيطر على الالتهابات بتاعة الرجبة وطبعا دي الاشعة تحت حمراء والكمدات بنتجه برضو للتمارين العاجية ويبكن عايزين ندي نصيحة لكل الناس اللي عاديين بيشاهدونا على شاشتنا شاشة الصحة والجمال تمارين ممكن يعملوها في البيت ممكن نعمل اطالة للعضلات الخلفية بهذه الصورة نحاول نلمس تراطيف صوابعنا واحنا قاعدين طبعا ممكن الناس بتبقى مفيش المرونة الكافية فبيبقى صعب فممكن نبدأ برجل واحدة زي ما احنا شايفين او بمساعدة حاجة بنشد فيها تمام وطبعا تقوية العضلات الامامية الربعية بالتمارين طبعا وقتنا خلص معكم بسرعة جدا نتمنى نلقاكم قريب على شاشتكم شاشة الصحة والجمال دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة